موسيقى واحد بقول يا ابونا احنا عارفين ان داود النبي عمل خيمة اجتماع جديدة وعمل تابوت عهد جديد وهو اللي حطه في هيكل سليمان ممكن توضح ليه اخر معلومات عن الخيمة الاولى فين والخيمة التانية فين وتابوت العهد الاول والتاني فين وكان تابوت بص يا حبيبي محدش عارف الاول تابوت العهد فين دلوقتي بيتقال انه اخفية وبيقول انه اتاخد في السبيل بابلي وفي معلومة كده يقوله انه هو مدفون في بلد من بلاد الحبشة بس القصة دي يعني قصة يعني اعتقد انها ملهاش علاقة بالواقع خيمة الاجتماع الاولى اللي صممها موسى بعد ما عبروا البحر وهم بسينة في اول الرحلة فعلا الخيمة دي تهالكت فضلت تخدم لغاية داود النبي داود النبي لما ملك لما ملك وعمل ارشاليم المدينة بتاعته كان تابوت العهد حطه في احد البيوت اخد تابوت العهد وعمل خيمة جديدة بصناعها جديدة وحطها في ارشاليم الخيمة الاولية كانت في بلاد اسمها شيلو الخيمة الجديدة اللي بقت في ارشاليم دي لما جه سليمان بعد داود وبنى هيكل سليمان او هيكل لربنا بدل الخيمة اتخدت الخيمة اللي عملها داود وابتدى يلفوها وخزنت تم تخزنها في هيكل سليمان لكن تابوت العهد انا ما سمعتش انه اتعمل غيره خالص ما اتعملش تابوت جديد التابوت اللي ربنا سمح به ان يكون فيه لوحي الشريعة وعصى هارون وقصة المن هو تابوت واحد ما تعملش غيره بحسب معلوماتي ولو انت عندك معلومة غير كده حبقى سعيد لو بعدتها لي يا حبيبي لكن الخيمة فعلا تم تجددها بخيمة تانية ولما تبنى ال هيكل اتخدت الخيمة دي تفككت وتربطت وتخزنت جوه ال هيكل